السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هوضح لك إزايك أشفت الشاب الأسباني خفير اللي بيدعي إنه عايش في سنة 2027 في المستقبل وبالتجربة والدليل القاطع وهخليك أنت عزيز المشاهد تتأكد من دب نفسك ياريت لو ما تعرفش القصة تابعني في الفيديو السابق والله هسهوله في التعليقات تحت والأدلة دي هزبتها لك من خلال كم حاجة خفير نفسه مش هيقدر يرد عليها يلا بينا نشوف الموضوع إيه لما شفت الموضوع الخاص بعامنا خفير عملت فيديو زي أي يوتيوبر ونزلته على القناة بتاعتي وإز فجأة بعد تاني يوم اكتشفت إن الفيديو بتاعي تم حظره بسبب حقوق الطبع والنشر وبالأخص إن التبليغ كان يدوي مش من خلال ثوارزميات اليوتيوب والجماعة اليوتيوبر عارفين أنا بتكلم عن إيه فبالتالي اليوتيوب بيوضح لك مين الجهة اللي عملت الحظر علشان لو حبيت تعمل تظلم أو اعتراض علشان يتفكي الحظر فجيت بشوف الجهة دي وإز فجأة ألاجي مين ألاجي إن الجهة اللي عملت الحظر ده أو التبليغ ده هو الحساب الرسمي أو الحساب الخاص بعمنا خفير على الإستجرام طيب اتأكدت إزاي عمنا اتأكدت إنه روحت على الحساب الخاص بالتيك توك الخاص بعمنا خفير وشفت الحساب بتاع الإستجرام المربوط بيه حساب التك توك وبالفعل هو هو نفس الحساب اللي عامل التبليغ طيب واحد هيقول لي يا عم انت بترغي في إيه وعايز توصل لإيه أقول لك يا سيدي دلوقتي أنا عايش في عالم كل وحدي أو في عالم موازي في المستقبل زي ما بتدعي عمنا خفير هيهمني إيه لو فيديو نزل بيتكلم عن المحتوى الخاص بتاعي أو إن الشخص ده بيتربح من ورا الفيديوهات بتاعته أنا كده كده عايش في عالم تاني مش هيهمني ومش هيعرف يوصل لي أي ربح أو أي فلوس من خلال يوتيوب أو غيره ولا يمكن عشان أنا في آخر الفيديو أنا قلت حيا صح الله أعلم فعلشان ما حد يش يقول أنا زعلان على الفيديو التاعي فأنا الحمد لله اليوتيوب فكري الحظر الخاص بالفيديو لإن أنا أصلاً مستخدم الفيديو وفقاً لسياسات الاستخدام العادل الخاص باليوتيوب تعال أبقى على الحاجة التانية هو أنا لو فعلاً عايش في عالم ده كل الواحد وفي عالم موازي زي ما بيقول في المستقبل ومش بكلم حد وبتواصل مع الناس من خلال حساب والحساب ده بيتحلي إن أنا أتكلم لايف مع الناس وأطلع لايف ليه ما بطلعش؟ لإن طبيعة الإنسان اسمه إنسان بيحب يأنس فبالتالي هطلع أتكلم مع الناس بدل ما نعايش في عالم واحد يما بكلمش حد بلاش من دي؟ على أجل هطلع بوشي بالفيديوهات اللي أنا بعملها لإن كده كده أنا محقف اللي بقوله فهخاف من إيه؟ إلا إذا كانت هي مجرد لعبة فبالتالي أنا خايف الناس تعرفني طيب خليك انت بكانه بيقول أنا كنت في غيبوبة وصحيت ما لجتش حد بالتالي أنا عايز أعرف أنا مين لو نشرت الفيديوهات وظهرت بصورتي يمكن حد يتعرف علي ويعرف أنا مين طيب بالنسبة للفيديوهات اللي بيكسب بها التحديات وبيوري إن ما فيش حد موجود معا وبالتالي بيصور بها قصور ملكية وبيصور بها أماكن مش من السهلة أي حد يدخلها إيه رأيك لو بتشوف فيلم ومعمول فيه منتاج احترافي وصورتلك إنك موجود في قصر أسبانيا فبالتالي إنت عارف إن ده تمثيل بس اللي انت شايفه حقيقة إن ده قصر ملك أسبانيا طيب إيه المشكلة إن يكون الفيديوهات اللي بينشرها دي مجرد منتاج احترافي في استوديوهات لشركة إما وبالتالي إنت بتشوف كل حاجة قدامك كأنها حقيقة في الأفلام ما ننكرش الخاصة كمان بهوليوود بنشوف حياة أكتر من كده بكتير طيب بالنسبة للقناة تليفزيونية اللي تحدته بكتاب وقالت إنه كسب التحدي إيه المانع إن الشركة دي تبقى هي الواجهة الإعلامية أو هي الداعم الأساسي لعمل خفير ولذلك لها ما عملتهاش قنوات تانية وكسبة الشهرة زي ما هي عملت أما موضوع الميديليات والسلاسل فبالتالي ممكن أي حد يساعده إنه يروح يحط الميديليات دي أو يروح يخدها عادي جدا وفي آخر الفيديو العجل والمنطق والتجربة اللي حصلت معايا بيقولوا إنها مجرد خدعة لكن خدعة معمولة صح وحتى الآن لم يتم اكتشافها وكل التكاهنات اللي ظهرت في الفيديوهات مفهاش أي دليل قطع حتى الآن وموضوعني فيه شركات إعلانية صرحت بإن الفكرة فكرتها ده كلام غير صحيح ولكن هناك شركات منتاج كبيرة عجبتها الفكرة مش أكتر وأدينا مستمرين مع عمنا خفير وهنشوف الأيام هتكشفه لنا زي جلب كده كل الأفكار والدلال اللي قلتها لك في دماغك وشوفها توصلك له أتمنى ليكون مشاهدة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله